بسم الله الرحمن الرحيم في الوقت الذي أصبح فيه كل شخص يتساءل عن ما رقع في عصر الحاضر ومن أين أتت هذه الأشياء أمراض وما إلا ذلك وفي وقت أصبح الناس كلهم يتساءلون عن طبيعة الأكل وماذا يأكلون وكيف يأكلون فنتكلم حول هذا الموضوع لنعطي بعض النصائح لكل المستهلكين ولنعطي نصائح كثيرة هي في الحقيقة وقائية ولكن قد تكون كذلك علاجية فطبعا لما نتكلم عن التغذية ولما نتكلم عن علاقة التغذية مع صحة الإنسان يتبادر إلى الدهن أشياء كثيرة وكل الناس يحذرون هذه الأشياء ومن جملتها أن النصائح الطبية الآن ترتكز حول الطاقة وحول السعر الحراري وحول الكالوريات والنصائح الطبية الآن ترتكز خصوصا على الأشياء الآن ربما لا يفهمها الناس مثل كوليستيرول ومثل الشحوم ومثل الدهون وهذه النصائح تجاوزت وأصبح يعني عفا عنها الظهر فالأمور الآن أصبحت تتعلق بطبيعة الأكل هل هو أكل موسمي هل هو أكل طبيعي هل هذه الخضر يعني مسقية بماء جيد هل هذه الخضر يعني منتوجة في الحقل أو منتوجة في الدور الزجاجية يعني الدور البلاستيكية أو هذه الخضر هل هي مغيرة وراتيا هل هذه الخضر أصابتها مبيدات وهل اللحوم لحوم طبيعية هل الحيوانات تسرح وهل اللحوم غير منتوجة بالهرمونات وهذه هي الأسئلة الآن التي أصبحت تحرج المستهلك وأصبحت تحرج الباحثين في هذا الميدان فهذه الطرق العلاجية لخصناها في تقريبا أربع نقط وإذا اتبعها الشخص فإن شاء الله ربما يقي نفسه من كثير من الأمراض التي الآن تشتبه على الطب الحديث وربما تشتبه على كثير من علماء العصر لأن الطب الآن لم يواكب الصناعات الغدائية ولم يواكب الانتاج الزراعي ولم يواكب الانتاج البيطري ولم يواكب كذلك التلوث البيئي والتلوث البيئي هو الحقل شاسع وواسع جدا لأن هناك التلوث بالذبدبات والتلوث بالأشعة والتلوث بالدخان والتلوث بالغازات والتلوث كذلك التربة تلوث التربة ببعض المبيدات وتلوث التربة كذلك بما يأتي من الماء وتلوث التربة بالسماد الكماوي وما إلى ذلك فكل هذه الأشياء سنلخصها في أربعة أسس أو أربع نقط إن شاء الله ونبدأ بالنقطة الأولى فنقول لا يمكن بتاتا وقطعا وإطلاقا لأي نظام علاج أن يحقق علاج 100% أو علاج كامل والجسم يتناول سموم بمعنى أن إذا لم تكن هناك حمية مصاحبة لأي نظام علاج بما في ذلك العلاج الكيموي وبما في ذلك العلاج بالأشعة مثل السرطانات والعلاج الهرموني أو الأنترثيران هذا علاج التهاب الكبير السيء وعلاجات أخرى مثل الربو ومثل الحساسية وأمراض القلب الشرايين وكذلك أمراض الجهاز الهضمي وحتى أمراض الجلد مثل الصدفيات ومثل الإكزيمة ومثل أشياء كثيرة من هذا القبيل فلا يمكن أن يكون نظام علاج صائب وصحيح بدون حمية وبدون أن ينقطع الشخص عن تناول السموم هذا هو الأساس الأول هو يجب أن يتوقف الشخص عن تناول السموم أولا وهذه السموم هي كثيرة من حولنا حتى أصبحنا الآن في حرب كيماوية مع أنفسنا النقطة الأولى الانقطاع عن السموم بمعنى يجب على الشخص المريض وحتى الشخص الصحيح لماذا؟ على الشخص المريض الذي يتابع علاج أو المصاب لبعض الأمراض أن يكف عن تناول السموم وهذه السموم هي موجودة في غدائه وموجودة في المعلبات وموجودة في ما يلبسهم وموجودة في مواد التصبين وموجودة مثلا في بعض أنواع العطور وموجودة في أواني الطبخ وفي طرق الطبخ وموجودة كذلك في المواد التي يستعمل في الطبخ هل هو طبخ على الضوء أو على الغاز أو بالدبدبات يعني الميكرو ويف فهذه الأشياء يجب أن ينتبه إلى الشخص يجب أن يتوقف أولا عن السموم التي قلنا منها أولا السموم التي تأتي من كيماويات التي تضاف للأغذية ومنها المضافات الغدائية بكلها الملونات والمنكهات والمحمدات والمجمدات والمحسنات مثلا للمضاق والمحسنات لللون والمحسنات للتماسك والمحسنات للزوجة في الأغذية والمواد الحافظة من التأكسد مثل البيعيش أو البيعيشتي التي تضاف إلى الزيوت والمواد الدسمة وحمد البوريك الذي يضافه إلى الزبدة والسوربيك والبينزويك الذي يضاف إلى الأجبان وإلى بعض أنواع النقانق وما إلى ذلك فهذه السموم أولا يجب أن يحضرها الشخص الذي يتابع علاج ما كيماوي أو هرموني أو بالأشعاء أو بمضادات أو بأي شيء بعقاقر أخرى وأمراض ربما تكون مستعصية مثلا مثلا التشنجات العضلية السكلاروزيس هذه الأشياء لا يمكن لصاحبه أن يشفى وهو لا ينقطع عن هذه السموم أولا الأساس الأول يجب الانقطاع عن تناول السموم منها كذلك المبيدات التي قد تصيب كل خضروات وكل فواكه ليس هناك خضر وليس هناك فواكه ليس فيها مبيدات كذلك يمتبع المبيدات نجيد كذلك هرمونات والهرمونات توجد في اللحوم على الخصوص يعني هناك هرمونات موجودة في اللحوم أكثر ما هي موجودة في نبات لحوم دجاج لحوم مثلا الخرفان لحوم البقر الآن لحوم حتى القنية الآن ولحوم بعض الأنواع من الأسماك مثلا دول أسكندنابية التي الآن تنتج أسماك في الأحواض فهذه الأسماك قد تمشي ببعض الهرمونات فهذه الأشياء يجب الآن يعني أن على الأقل يكون الأشخاص لديهم فكرة بأن هناك هذه الهرمونات التي تزداد مع الكيمويات الأخرى بعض السموم التي تأتي من الطبخ يعني طرق الطبخ هناك من يطبخ في الألمينيوم وهناك من يطبخ في التفال وهناك من يطبخ في بعض المعدات الخطيرة التي قد تصيب أثناء الطبخ تصيب ببعض الأكل ببعض التأكسودات وبعض المواد السامة منها مادة لاميونت يعني هذه الأذاء وحتى المواد المعدنية التي يعني يكون لديها طلاء فنلاحظ أن إذا هذا الطلاء ما أصابه خدش فقد يصيب الأكل ويسبب كارثة كل المعلبات يعني الأغذية الآن تقريبا ما بين 80 إلى 90% على حسب الدول فهي معلبة وكل التعليب الآن نجد أن بداخله ألمينيوم طلاء من الألمينيوم معلبة في هذه المواد فيجب على الأقل أشخاص المرضى يجب أن يحذروا هذه الأشياء لأنها تزيد في عناء المريض أشياء أخرى مثلا مثل الديوكسينات كيماويات تتكون تأتي من البلاستيك ولما يوضع البلاستيك مثلا في حرارة برودة يعني تحت برودة تحت الصفر في برودة تحت الصفر مثلا مثلا مثل التجميد فمادة الديوكسين تتكون أكثر من البلاستيك الذي يكون على حرارة عادية مثلا إذا وضعت الأكل في كيس بلاستيك أو في آوينة من البلاستيك ثم وضعته على حرارة عادية فقد تتكون به كمية من الديوكسينات أقل من الكمية التي تتكون بنفس الأكل لو وضعته في المجمد وهذه الأشياء كذلك يجب أن تبهي إليها لأن الكيمويات هذه السموم التي تصيب الأغذية والتي تصيب الجسم فهي طبعا تزيد من حدة المرض ولذلك نجد أن مثلا بعد السرطانات التي يعالج أصحابها مثلا بالعلاج الكيموي الكيموترابي أو بالهرموني أو بالأشعة فهذه الأشياء قد لا تصيب يعني الهدف إذا ما كان الشخص لازال يستهلك هذه السموم في تغذيته هناك عامل آخر وهو كذلك عامل خطير وعامل تغيير الوراة الآن ونحن في عصر التغيير الوراة لا ندخل في تفاصيل هناك من يقول تغيير الوراة له مزايا هناك من يقول ليست له مزايا أنا من الصف الذي يقول ليست له أي مزيا إذا كانت تغيير الوراة لإنتاج أدوية فنعم لماذا لأن هناك لا نأخذ الخلايا بل نأخذ ما تنتج الخلايا الأدوية وكذلك الهرمونات مثل الأنسيلين مثل السومتوستاتين مثل البينيسيلين وما إلى ذلك هذه أشياء ممكن أن ننتجها بتغيير الوراة لكن تغيير الوراة لما يصيب الخضر ولما يصيب الفواكه ولما يصيب اللحوم ولما يصيب أشياء أخرى التي يأكلها الإنسان فهذا من طبيعة الحال لا يمكن أن يكون إلا خطر على صحة الإنسان ونلاحظ الآن أن المنتجات المغيرة ولاتيا تزداد فيها مادة الأليرجين يعني المكونات أو المركبات الأليرجينات الآن تزداد المنتجات المغيرة ولاتيا وتنقص الإمينات والإمينات هي التي تزيد في مناعة الجسم وهي التي تقوّل أبوبتوز في الجسم فإذا خفضت هذه الإمينات وزادت الأليرجينات فيصبح الأكل خطر على الإنسان والتغيير الولاتي الآن كل الأشياء المغيرة الولاتيا هي أليرجينات والأشياء الطبيعية التي خلق الله سبحانه وتعالى ليس فيها أليرجينات إنما فيها إمينات وهذه الأشياء كذلك خطيرة يجب أن يحضرها الناس خصوصا وأننا نحن الآن في عثر التغيير الولاتي وأن مع تحرير السوق الدولية فلابد أن يكون هناك منتجات مغيرة وراتيا ستدخل جميع الدول يعني بدون استثناء سيكون العالم شكل قرية صغيرة ويجب أن يحضر الناس هذه المنتجات رغم أن في الدول الغربية مثل أمريكا وأوروبا هناك الرجوع إلى الإنتاج العضوي أو الذي نسميه نحن محليا في المغرب إنتاج بلدي يعني إنتاج طبيعي مئة في المئة لا يمكن أن يكون طبيعي مئة في المئة لأن البذور إذا كانت مغيرة فهو ليس إنتاج طبيعي ولو ينتج في أرض لم يصيبها سماد ويسقى بماء البئر وما إلى ذلك فيجب أن تكون البذور أولا طبيعية غير مغيرة وراثيا ثم الماء يكون طبيعي ثم التربة طبيعية ولواء طبيعي نعم نقول إنتاج عضوي أما إذا كانت البذور مستوردة ومغيرة وراثيا فلا يمكن أن نقول أو نتكلم عن منتوج يعني طبيعي أو إنتاج عضوي فهذه الأشياء نضعها بين مزدوجتين أو نقطة استفال حولها لكن هذه من الأشياء التي تزيد في عناء المريض وهي من جملة السموم التي يجب على المريض أن يحذرها كان تاريخيا أمراض جورتومية تصدى لها طب مثل السل ومثل حمى الطايفويد ومثل المالاريا ومثل الديزامتيريا ومثل هذه الأشياء يعني انتفاخ الالتهاب اللوزتين وما أشياء هكذا يعني طب تصدى لهذه الأمراض الجورتومية لأنها ممكن أن نقضي عليها بالموضات ذات الحيوية لكن هناك اليوم أصبحت أمراض أخلها مثل التشنجات السكليروزيس ومثل أمراض قلب الشرائل ومثل سرطانات ومثل مثلا أمراض كرون ومثل بعض التقرحات في المعدة ومثل البسوريازي الصدافيات وهذه الأشياء الآن طيب هو عاجز يعني هناك كورتيكويدات وهناك بعض مهدئات ولكن الآن طيب لم يواكب هذه الأشياء ولم يواكب الصناعة ولم يكب هذا الإنتاج الذي أصبح خطر على صحة الإنسان فنصل إلى النقطة الأساس الثاني الأساس الأول تكلمنا فيه عن ضبط هذه السموم يعني الخضر من هذه السموم وعدم تناول هذه السموم وتناول أغذية طبيعية ما أمكن هذا الأساس الأول الأساس الثاني يجب تناول تغذية طبيعة وكمّا متجانسة يعني نسمع نصائح كثيرة عبر وسائل الإعلام وعبر الصحف ونسمع نصائح حتى في المستشفيات حول الأكل ولكن كلها ترتكز على السحر الحراري وهو أكبر ثاني خطأ ارتكبه الطيب الحديد أول خطأ ارتكبه الماء أو صابي اللحوم وألغى الحبوب الخطأ الثاني هو الآن ارتكز على السحر الحراري فقط وهو خطأ لأن دراجة نارية أو سيارة لنتكلم عن الطاقة إنما هو يعني حي جسم حي والجسم حي ليس لديه الطاقة فقط إنما الطاقة لا تمثل من المشكلة الغذائية إلا 25% فقط ربع أما الثلاثة أربعة أخرى فهي في الماء وفهي في المضادات للاكسذا المواد التي تقي الجسم والمواد التي تضبط الهرمونات في الجسم والمواد التي تزيد في مناعة الجسم فنرى فنرى مثلا أن الوجبات السريعة ليس فيها هذه المواد الوجبات السريعة هي نفس الوجبة فيها مثلا بطاطس مشوي مع شيء من اللحم أو قليل من السلطة مع خبز وهذه الأشياء هي ليس فيها ما يقل جسم من الأمراض مثل السلطانات الأكل يجب أن يكون فيه سعر حراري بمعنى بروتينات والدهنيات والسكريات ومع هذه الطاقة يجب أن يكون فيتامينات وأملاح معدينية والماء طبعا ثم لا ننسى المكون الأساسي الذي يقي الجسم وهي المضادات للأكسذا والمضادات للأكسذا هم الفلافونويدات والبوليفينولات يعني المواد الدابغة التي توجد في الخضر وتوجد في كثير من الفواكه وهي الآن التي بطلها الناس ثم هذه المضادات للأكسذا هي العمود الفقري للنظام الغذائل عند الإنسان المضادة للأكسذا هي المواد التي تحفظ الجسم من الشيخوخة وتحفظ الجسم من السلطانات وتحفظ الجسم من الحساسية وتحفظ الجسم من كل التقرحات وكل الزوائد وكذلك تقل قلب الشرائين ويبقى الجسم على أحسن ما يرام وكثير من هذه المواد توجد في الفواكه وتوجد في الخضر وكذلك النبات اللحوم ليست أصلية في النظام الغدائي اللحوم هي أشياء تانوية في النظام الغدائي ومن يقول أن اللحوم أصلية يخطئ ويكذب على الناس الأصل في التغذية هو الحبوب والحبوب هي القمح والشعير والدرة والخرطان والرز وما إلى ذلك نسميه سيريالز ثم يتبعها القطاني الحبوب معها القطاني كذلك يعني حمص وفول وعدس يكون لماذا لأن هذه الحبوب الثاني القطاني فيها بروتينات وأملاح معدنية فيها سكرية جيدة والحبوب الأخرى يعني القمح والشعير والدرة هي نشويات نسميها نشويات هي فيها يعني الألياف الخشبية وفيها كذلك جزء من البروتينات وفيها فيتامينات وأملاح معدنية ويكون النظام متكامل الخضر ليست هي الأولى كما ينصح الأطيباء خطأ إنما الخضر هي الثالثة لماذا لأن الحبوب بمعنى النشويات مع القطاني يتبعها زيت الزيتون مع التمر ثم في المنطقة الأخيرة نجد خضر بجميع أنواعها والخضر يعني هناك أطيباء ينصحون بالخضر مسلوق وما إلى ذلك هذه الأشياء عثاء عنها الظهر وهذه الأشياء أصبحت متواجهة جدا والنظام الغدائي الأصلي عند الإنسان هم الحبوب النشويات والقطاني زيت الزيتون والتمور ثم تأتي الخضر بعدها كما أن الخضر مدمومة في النظام الغدائي الإسلامي وليست أصلية هذا النظام كما قلت يكون فيه ضوابط في الجسم التي تزيد في المناعة منها المضادات للأكسادة فلفونويدات والبوليفينولات وهذه المواد الدابغة معها ضوابط الهرمونات وهما الأستروجينات النباتية أستروجينات النباتية الموجودة مثلا في البسبس والموجودة في الحلبة والموجودة مثلا في الخردل موجودة في كثير من الحبوب وهي كذلك انزواء عن الناس لا يستهلكون الناس هذه الحبوب فيجب أن تكون داخل كذلك في الأكل يعني كل ما خلق الله هو النظام غدائي متكامل القرنفل يجب أن يتناوله الناس القرفة يجب أن يتناوله الناس يعني هذه بعض الملوينات مثلا مثل بعض المستحلبات الطبيعية التي نسميها ببعض التسميات المحلية يعملها الناس في مصاحق في بعض المواسن ولكن يجب أن تكون أصليا في التغذية هذه هي الأشياء كما قلنا السعر الحراري وهذا السعر الحراري معه المضادات للأكسدة معه دوابط الهرمونات في الجسم التي تكون من أستروجينات النباتية ثم بعض المواد التي تسهل من الدورة الدموية وتخفض ارتفاع الضغط وهي المواد الغنية ببوتاسيوم طبعا بعض الخضر وكثير من الأوراق الخضراء مثل الكلوروفيل والكلوروفيل طبعا ومادة جيدة نضيفة إلى المضادات للأكسدة مع المواد الضابغة يعني المواد الضابغة والكلوروفيل هم الحافظات للجسم لنقوم الواقيات للجسم إذا كلما تقلصت كمية المواد الضابغة والكلوروفيل كلما أصبح الجسم معرض لكل الأمراض نقول لكل الأمراض إذا أخذ دسين ولم يأخذ المضادات للأكسدة طبعا سيصيبه كوليستيرول شحون في الدم ارتفاع الضغط أمراض القلب الشرين سرطانات حساسية كل شيء سيترتب عن هذه الأشياء إنما قلنا نلخص دائما بما أننا بصدد هذا العرض فالتوقف عن السموم أو الحذر من تناول هذه السموم طريقة الطبخ الكيمويات الموجودة التعليب المواد الغذائية وهذه الزيوت هل هي نباتية أم غير نباتية مثل زيت الزيتون عوض أن يكون زيوت أخرى يكون أحسن ثم هذه الأشياء تكون مضبوطة في النظام غدائي فيه الحبوب النشويات مع القطاني في كذلك المواد الحاملة للمواد المؤكسدة والكلوروفيل الأوراق الخضراء وكل التغذية المحتوية على المواد الضابغة ثم في الأخير يكون هذا النظام متكامل الذي سنضبطه طبعا بالأساس الثالث والأساس الثالث مهم جدا وهو كيف نضغط هذه الكمية يعني أنك تكلم عن سعر حراري كل الناس أصبحوا الآن يتكلمون عن حمية عن تخمة عن سمنة عن الكوليسترول عن ارتفاع الضغط ولماذا لماذا يتكلمون عن حمية لأن الحمية التي يتكلم عنها الناس الآن هي النظام الغذائي الأصلي الذي كان من ذي قبل ولذلك الآن أصبحوا يتكلمون عن حمية لماذا لأن كمية الأكل زادت وطبيعة الأكل اختلفت طبعا مع الوجبات السريعة مع كترة الحلويات وكترة الدسم عدم الحركة طبعا فالإنسان سيعيش ويلات وسيعيش كوارث من هذا الخلل الموجود في نظام الغذائي الذي لم يعود يعني نظام غذائي كذلك قبل نباتي ومتوازن وخفيف لأن حتى كمية الأكل كذلك يجب أن نضبطها الأساس يعني الرابع أو الثالث هو كمية كما قلت كيف نضبط كمية الأكل يعني كل أطباء العالم ينصحون بالحمية عدم تناول كالسكرية بكترة عدم تناول دسم عدم هذه أسياء اجتهادية فقط هم يجتهدون لينفعوا الناس جزاهم الله خيرا لكن في الأصل هو الأساس يجب أن لا نصل إلى تخمة إذا وصلنا إلى تخمة يجب على الشخص أن يعرف هو بنفسه ما الذي أوصله إلى تخمة كي يعالج نفسه بنفسه فإذا كان هذا الشخص لا يتحرك وإذا كان هذا الشخص يأكل كثير لحوم مشوية وسكريات ويأكل خمسة أو سبع مرات في اليوم فيجب أولا أن يعيض النظر في هذه الأشياء أن يتحرك أن لا يأكل كثير وأن يسحب اللحوم السكريات من نظامه الغذائي هذه حمية كل البشر وليست لدينا لديهم تخمة لكن لدينا لديهم تخمة سيستفيدون فالتخمة لها علاقة بارتفاع الضغط أمراض القلب والشرائين لها علاقة كذلك بسرطانات التخمة لها علاقة بكل شيء يعني حتى آلم الرأس وحساسه يعني هذه الأشياء لما الجسم يصبح تقيل هذا يعني تقيل معناه أن الدم لا يدور في الجسم دورة دمية تصبح تقيلة لماذا؟ لأن الدم يصبح تخن ولزيج ما الذي يجعل الدم يكون لزيج وتخن هو طبعا اللحوم بروتينات الحيوانية مع الدسم مع الشحوم أو يعني المواد الدهنية الحيوانية طبعا يعني المواد الدهنية الحيوانية فالدم يصبح طبعا يعني تخن ولزيج يعني فيسكو يعني تقيل جدا فالقلب يجب أن يعمل كثير كي يضخ هذا الدم كي يدور ولذلك فالأطباء يعطون أشياء تلين الدم وتخفف الدم من بوتاسيوم لأصحاب ارتفاع الضغط ولأصحاب الأمراض القلب والشرايين مثلا من تحمض الأسيتل صليسيليك وما إلى ذلك فيجب أن يكون الدم خفيف ودم ممكن أن يكون خفيف بدون تناول هذه الأعراض إذا يعني توقف الناس عن الأشياء التي أوصلتهم وكما قلت هم اللحوم زائد سكريات ثم يكون نظام نباتي في حبوب في خضر ويكون ماء جيد يعني شربوا الماء حتى الكمية الماء يجب أن يضاعفها الشخص إذا كانت هذه الأعراض مع الحركة مع الحركة إذا لم يتحرك الشخص يعني تقريبا أربع كيلو في اليوم يعني أربع ألاف متر في اليوم إلى ستة ألاف متر في اليوم حركة فطبعا الجسم سيشيخ والجسم سيدخن وسيأخذ سمنة وستترتب لذي أشياء أخرى يعني صعوبة في التنفس والدورة الدموية يعني لا تدور كما ينبغي سيحس بتقل في حركاته سيحس بآلام في رأسه وما إلى ذلك فكمية الأكل يجب أن تضبط بهذه الأشياء ألا تطغى البروتينات الحيوانية في النظام الغدائي يعني اللحوم لأن اللحوم تحمل دهون ألا تطغى اللحوم في النظام الغدائي اليومي للشخص أن يكون الأساس في التغذية هم الحبوب هما القنح والشاعر والدورة والرز معهم القطاني طبعا مرتين أو ثلاثة في الأسبوع أن تكون الوجبة الصباحية هي الوجبة الأصلية وليست وجبة وسط النهار هي الأصلية نحن نأكل طعام الغداء هو الوجبة الأصلية هذا خطأ كبير وجبة الصباح هي الوجبة الأصلية يجب أن يأكل الشخص جيد ثم يخرج العمل ويتحرك جيد ثم وسط النهار ممكن أن يشرب سائل شاي أو أي حاجة ماء أو يأكل تمور أو بعض الفواكه الجافة أو حتى فواكه طارية ثم في المساء ممكن أن يأكل وأن يتعشى يعني ساعة خامسة أو ساعة سادسة ليبقى له وقت للهضم قبل النوم هذه الأشياء التي يمكن أن يضبط بها هذه الكمية أو هذا السعر الحراري الذي يتناوله أن يجتنب الشخص نفس الأكل الذين يأكلون وجبات سريعة هم يأكلون نفس يأخذون نفس الأكل تقريبا يعني من 2 إلى 5 أيام العمل هناك أشخاص يأكلون نفس الشيء وجبات سريعة الأصل في التغذية والراحة كذلك فعامل الراحة يجب أن يرتاح الشخص أن يجلس لما يأكل وأن يكل براحة وأن يستريع 10 دقائق بعد الوجبة هذه أمر مؤكد هناك أشياء يأكلون وهم يسوقون السيارة هم أشياء يأكلون واقفين هم أشياء يأكلون أثناء العمل هناك من يأكل وهو يتكلم في الهاتف هناك من يأكل وهو يجري فهذه أشياء خاطئة ويجب وقت الأكل أن يحترم أن يأكل الشخص في راحة أن يأكل على راحة وأن يرتاحها كذلك كما قلت 10 دقائق يعني بعد الأكل لا بد منه ليأخذ الجسم مساره الطبيعي وليكون الهدم يعني على أحسن ما يرى هذه الأسس يعني لخصناها كما قلت يعني تفادي السمو تناول السموم كما قلنا هم المضافات الغذائية هم المنتوجات المغيرة وراتيا هم المواد المعلبة يعني مواد التعليد من بلاستيك ومن أليمينيوم ومن أشياء يعني من هذا القبيل أن يحضر الناس هذه الأشياء فهي خطر على الجسم وكذلك أسالب الطبخ هل الطبخ بأفران الغاز أو بأفران الضوء هل الطبخ بالشي في الزيت أو الطبخ كما مع خضر واللحم مع المرق هل الطبخ أصبع سريعا هل يطبخ مباشرة على النار هذه أشياء كذلك قد تزيد يعني في المسألة وقد تزيد في المرض وقد يعني لا تريح يعني هذا المريض خصوصا إذا كان تحت العلاج فكما قلنا في الأول ليس هناك علاج ولا يمكن أن يكون علاج إطلاقا بدون حمية مع العلاج يجب أن يكون حمية مرافقة للعلاج ثم يكون علاج تناول بعض المنتجات يعني الجيدة التي يجب أن تدخل ضمن النظام الغذائي ومنها يعني الأساس في نظام الغذائي هو زيت الزيتون ومنها تمور يعني التمور وزيت الزيتون هي أصلية في التغذية وليس التمور يعني مرة مرة يأخذ الإنسان إنما التمور أصلية في التغذية لأنها تحتوي على ألياب خشبية ملينة للجهاز الغذمي وتحتوي على مكون فيتامين بي وعلى اليود وعلى بعض هرمونات نافعة للأطفال الصغار على النمو يعني عوامل النمو موجودة في التمور ثم زيت الزيتون لأن زيت الزيتون الذين يأخذون كيميو تيرابي يجب أن يتناولوا زيت الزيتون يوميا بمقدار 50 إلى 100 ملي في اليوم لأن زيت الزيتون تحفظ الجسم من تسمم بالعلاج الكيموي أو العلاج بالأشعة وزيت الزيتون هي الزيت الطبيعي الوحيدة التي تضبط الهرمونات داخل الجسم وكذلك تسخيم الجسم وتنشيط الأعضاء منها الكبد والمرارة والكيلية والأمعاء وهي تلين المعي الغليب لا يصاب الشخص بإمساك وما إلى ذلك فهذه الحبوب مع زيت الزيتون مع التمور طبعا حتى الفواكه الأخرى جيدة فواكه طرية منك الليمون من الرمان تفاح مشمش هذه الأشياء كلها كذلك جيدة لجسم لكنها تبقى أشياء تانوية ممكن يتناول يجب أن يتناول إذا وجدت إذا توفرت يتناولها الشخص لكن هناك أساسيات في التغذية يجب أن الشخص لا يمكن أن يعيش بدون خبز لكن ممكن أن يعيش بدون لحم لا يمكن أن يعيش بدون خبز لكن ممكن أن يعيش بدون حليب ممكن أن يعيش بدون منتجة حليب طبعا لا يمكن أن يعيش الصخص بدون خبز يعني بدون نشويات وبدون حبوب ولكن ممكن أن يعيش يعني بدون فواكه أو بدون خضر لكن الفواكه والخضر يتدخل في النظام الغدائي النباتي فهذا هو الأصل لأن الكارتة الأولى كما قلنا الخطأ الأول هو أنه لما ارتكزنا على الأزوت يعني على النيتروجين الداخلي وكانت ترطبت هذه النصيحة على ظهور كوارشيكور في مقال الناس يعني الأمال النيترسية يعني السوء التغذية آتي من البروتينات فقالوا ننتج بروتينات حيوانية يلحوم فسحبوا الشعير والذرة من التغذية البشرية أو الإنسانية ثم علفوه للحيوان كي نأكل اللحم فلما سحبنا الشعير والذرة وأخذنا اللحم فليس هناك كوارشيكور والأمراض الجرثومية مثل المالاريا والتيفويد والديزانتيريا والسل وما إلى ذلك هذا أخذنا بالمضادات ثم ترتبت أمراض أخرى هي أخطر من الكوارشيكور منها أمراض القلب الشرائي منها السلطانات منها ارتفاع الضغط منها الكوليستيرول ومنها الشحوم في الدم وآلام المفاصل يعني التهابات هكذا مثل التشنوجات العضلية وما إلى ذلك فهذه كانت نصيحة خاطئة لأن الأصل كما قلنا أصل التغذية ليس لحوم والذين جعلوا أصل التغذية لحوم هم الذين ينصحون الآن بأكل النخالة تناول النخالة فسلكوا هذا المسلك ينطلقوا من سنة البشر ووصلوا إلى سنة الحيوان لينصحوا أخيرا بالنخالة يعني كل علماء التغذية الآن ينصحون بهذه الألياف الخشبية لأن الألياف الخشبية الآن هي الأصل التغذية التي تقل جسم كثير من الأمراض بما في ذلك السلطان والألياف الخشبية موجودة في الحبوب وموجودة في الخضر وموجودة في التمر يعني في الفواكه وما إلى ذلك فهذه الأشياء كما قلت حتى خشاش الأرض هناك أشخاص لا يتناولون بعد الحبوب هي جيدة ولكن لا يعرفونها ما هي حبوب الكتان لا يعرفونها الناس ما هي والزنجبيء يعني السمسم لا يعرفونها الناس إلا نادرا يعني هذه الحبوب هي الضابطات هي الضابطات حبوب الكتان في الأوميغا 3 وهذا الحمض الأوميغا 3 هو المهم الآن في التغذية وهو الذي يكنس الأوعية الدموية وهو الذي يخفف الجسم لكن الناس لا يعلمون ما حبوب الكتان وينتظرون حتى يعني يسقطون في المرض أو حتى المرض ليسألوا عن هذا العلاج علاج بالأعشاب طيب الطبيعي طيب الباذيط طيب التكميلي تسميتها كديمين وشمال لكن هو يسمى لا يسمى طب إنما يسمى الوسائل العلاجية الوقائية الوقائية علاجية إذا كان الشخص غير مريض تسمى وقائية إذا كان مريض تسمى علاجية ممكن أن تعالج لكن يسحبها طبعا بعض العلاجات الأخرى المكملة لها فيصبح الطب الحديث مكمل وليس الطب الأعجاب والمكامل يعني الطب الغذائي والمكمل إنما الطب الحديث هو الذي يصبح مكمل لهذا العلاج طبعا لما يصبح ألم رأس تأخذ أسبرين أو براسيتامول أو أشياء من هذا القبيل لكن الطب الحديث هو علاج مؤقت فقط وليس علاج مطلقي علاج مؤقت لكي تلقى العلاج أنت بنفسك فيجب على الشخص أن يعرف أسباب الأمراض يعني هذه السموم الذي يتناولها كيفية الأكل كيف يأكل يعني وقت الأكل وراحة الأكل والطريقة التي يأكل والطريقة التي يطبخ فيها وما هي طبيعة الأكل هل هو معلب هل هو مصنع هل هي وجبات سريعة هل هو مطبخ في المنزل هل هي فواكه هل هي قطاني هل هي ثم هناك معلومات الأشخاص لا يعرفونها خصوصا سكان المدن وهي موسمية الإنتاج فالخضر موسمية لكل خضرة موسم يعني بعض الأشخاص يشترون خضرة خارج الموسمية لما تخرج الخضرة عن موسمية فهي ليس طبيعية وفهي مكونات ربما تصيب الجسم لأشياء أخرى فهذا الشخص إذا علم هذه الأشياء ويعني حافظها جيدا فسيعلم كيف سيشفي هو نفسه وكيف سيعالج نفسه على أساسها على هذه الركائز الأربعة أو هذه الأسس الأربعة التي أعطينا في هذه الوسائل وضمن هذه النصائح وأظن أن إذا كان هذا النظام متكامل وجيد وإذا عرف الشخص كيف يتعامل معه فلن تكون هناك ويلات ولن يكون هناك إن شاء الله أي خطر على صحة الإنسان طبعا يدخل في هذا النظام العمر نساء حوامي نساء مرضعات أطفال صغار أشخاص مصنين كل الأشخاص لديهم نظام غذائي والنظام الغذائي لا يعمم لا يعمم أصحاب التخمى يتناولون كذا وكذا وكذا هذا خطأ يعني النظام الغذائي إذا كان سليم فهو سليم لجميع البشر بعض الأشخاص لديهم أعراض مثلا للكيلية يجب أن لا يتناول مثلا بوتاسيوم بكثرة يسحب الخضار وبعض الأشياء المدرة للتبول ولكن هذا يبقى نصيحة مؤقتة ونصيحة لحالة خاصة وليست نصيحة لكل ناس أما النظام الغذائي هذه الأسس التي تكلمنا عنها أو الأسس العلاجية أو الوقائية الطبيعية هي لجميع البشر يعني من الرضيع يعني إلى المسن تسعين ومئة إن شاء الله ومئة وعشرين سنة وكذلك للمرضى حتى المصابين ممكن أن يرفقوا العلاج الطبي بهذه الحمية أو بهذه الطرق كي يحصلوا على علاج نهائي لكن لما يحسوا بأنهم على أحسن ما يرام فيجب أن يتبعوا هذه الأشياء فهي ليست مؤقتة هي مطلقة ليست مؤقتة يقول سأقطع عن تناول اللحوم لمدة حتى أشفاء ثم أرجع أعود إلى اللحوم لا خطأ فيجب أن اللحوم لا نحرمه وليست حرام لكن ليست أصلية في التغذية اللحوم مع المناسبات مرة في أسبوع أو مرتين يعني إذا كن دعاك صديق وتقدم لك لحم طبعا فنأكل في هذه الحالات لكن أن تكون أصلية أن تكون في وجبتين في اليوم أو أن تأكل اللحوم مرتين في اليوم فلا يمكن للجسم أن لا يكون مريض لا يمكن بالبتاة مطلقة لماذا؟ لأنه خلل في طبيعة الأكل نبات مع الحيوان والبروتينات الحيوانية كلها يعني البروتينات تتقل الدم طبعا لأن فيها شحوم وتتقل الدم وتصيب الجسم بعض الارتخاءات يعني بعض تقل الذي يصيب الجسم يعني لا يؤدي دوره كما ينبغي لأن الوظائف كلها هي لها علاقة ببعض وطبعا لما يعني تعيى وظيفة فهي تصيب الوظائف الأخرى فهذا النظام كما قلنا الذي لخصناه في أربع نقاط نتمنى أن يتبعه الناس ونتمنى أن يجتهدوا كذلك فهذه الأشياء ليست يعني هذه ليست إلا اجتهادات بسيطة جدا وطبعا نعطي نبين لناس كيف يتبعوها ربما يجتهدوا وربما يجي لكن نصيحة الأخيرة هي أن يتجنبوا سمعت أو قرأت أو قال لفلان أو سمعت من فلان أو كذا يجتنب هذه الأشياء العوراء فهذه هي التي خربت الآن يعني الطب الطبيعي وأصبح الناس يقول سمعت فلان أخذ الحلبة وسمعت فلان قال لي لا تأكل بذنجان وفلان قال لي يجب أن تأكل هذه وهذه هي أن يتجنب الشخص رأيت في تلفزيون أو سمعت في إدعاء أو قرأت في صحيفة أو على الأنترنت وجدت كذا وكذا فأن يعرف الشخص المكان الذي يوجد فيه وما هو الإنتاج الموجود في هذا المكان وهذا الشخص كيف يعيش هل يتحرك أم لا وما هي طبيعة عملي ثم هل يأكل في منزلي أو يأكل خارج المنزل وما هي الأشياء الموسمية لديه هل هي مستوردة أم لديه إنتاج محلي فيجب أن يتعامل مع هذه الأشياء وأن يضع هو جدول زمن لأكله والإنظامه يعني لحياته اليومية يعني طيلة عمره يعني طبعا يدخل فيها المواسم ويدخل فيها الأشياء التي تغير لأن الخضر تتغير مع الموسم والفواكه تتغير مع الموسم وما إلى ذلك ثم يكمل هذه الأشياء بالصيام والصيام هو تاج الحمية لا يمكن أن تكون حمية بدون الصيام وأقول الصيام وليس الجوع لأن الصيام تدخل فيه النية والنية هي الحالة السيكولوجية الحالة النفسية للشخص لما تجتمع الحالة النفسية مع الجوع طبعا هو يسمى في الإسلام الصيام والصيام هو أحسن طريقة للعلاج وأحسن طريقة لنقص ولخفض الزوائد الموجودة في الجسم الصيام هو المشروع كما شرعه الإسلام يعني خارج الصيام رمضان 30 يوم في العام و30 يوم يجب أن يصومها الإنسان كما ينبغي لكن هناك الصيام فترات إما الأيام البيض إما 22 عليه يوم في الأسبوع ويومين يختارها الشخص كما يريد لازم يكون داخل هذا الصيام يكون داخل في برنامجه الحياتي ليكون الجسم على أحسن ما يرام وليتنفس الجسم وليمقص من هذه الزوائد لأن الصيام هو العلاج الوحيد الذي يضبط السعر الحراري الذي يضبط كمية الطاقة التي أخذها الجسم وبدون الصيام لا يمكن أن يضبط الشخص يعني الوظائف الداخلية ولا حتى الطاقة التي يحتاجها الجسم ولا حتى الأشياء التي ربما يحس بها من الأشياء الهرمونية طبعا والصيام يضبط الهرمونات ويضبط الطاقة ويضبط فيسيولوجيا الجسم كما ينبغي من المرارة إلى الكبير إلى الأمعاء إلى المعدة كل شيء يضبط بالصيام فيجب أن يدخل ضمن هذه الوسائل الوقائية العلاجية يجب أن يدخل ضمنها هذا الصيام دول غربية تسميه ستارفايشن تجويع ولكن نحن نسميه في البلدان الإسلامية نسميه الصيام ولماذا لا يصوم الشخص فينال الأجر وينال كذلك يعني يضبط صحته على أحسن ما يرام هذه الأسس التي لخصناها لكم في إطار هذه النصائح وفي إطار هذه الطريقة الحديثة ليتعامل الناس في القرن الواحد والعشرين مع السوق الغدائي الجديد ومع الصناع الغدائي الجديد ومع الاستيراد الجديد ومع حرية السوق ويجب على الشخص أن يضبط هو بنفسه ماذا يأكل ويضبط بنفسه صحته عبر النظام الغدائي وأن يدخل لهذه الأشياء المتنوعة في نظام الغدائي وأن يتجنب السمو ما أمكانه وأن يتعامل هو بنفسه مع جسمه وكأنه هو طبيب نفسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر